السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد رازق استشاري أمراض معضية وجهاز عظمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز والقرح الجنسية في الواقع بعض الشباب يتعرض لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج طبعا بعد لما يعمل هذه العلاقة يخاف يخاف لا يكون جاء له مرض جنسي وبالتالي هو يفتش في جسمه عن المرض الجنسي ويقعد يتعبد لربنا سبحانه وتعالى على أساس أنه لا يكون له شيء أصيب بمرض جنسي وطبعا يندم ندم شديد على الذي عمله لكن يفاجأ بوجود قرحة جنسية على الأعضاء التناسلية يخافه جدا وترعبه وتحسسه أنه أكيد جاء له مرض جنسي وهو أكثر شيء خايف منها هو الإيدز نحن نطمنك الإيدز لا يعمل قرحة جنسية في بداية المرض بالنسبة للقرحة الجنسية طبعا ممكن تحدث بالنسبة لمريض الإيدز ولكن في مراحل متأخرة هو مريض الـ HIV عندما يصاب تلت الحالات تظهر له أعراض التي هي ارتفاع في درجة الحرارة، احتقان بالحل، تدخم في الغدد اللينفوية في الرقبة، طفح جلدي على الصدر ممكن آلام في العضلات كل هذه الأعراض ممكن تظهر بعد أسبوعين ثلاثة القرحة الجنسية التي هي ظهر الدهية ممكن تظهر عند مريض الإيدز في المراحل المتأخرة، ليس في المراحل الأولى هذه تبقى نتيجة مثلا هربس سواء كان الهربس البسيط أو الهربس التناسلي أو ممكن نتيجة فيروس الورم الحليمي البشري بعض السلالات تعمل أسليل، وبعض السلالات تعمل قرح أيضا الفيروس المضخم للخلايا، أيضا ممكن يؤدي إلى قرح على الأعضاء التناسلي أيضا ممكن يكون هذا الشخص عنده الظهري نحن نعرف أن في المرحلة الأولى تظهر قرحة على الأعضاء التناسلية وهذه التي نسميها شنكر، وهذه نتيجة ميكروب تريبونيمة باليدام وأيضا ممكن تحصل قرحة نتيجة مرض آخر الذي نسميها القرحة الرخوة وهذه نتيجة ميكروب اسمه الهيموفيلس دوكرياي أيضا بعض القرح ممكن تظهر نتيجة الداء الحبيبي الإيرابي نتيجة ميكروب كليبسييلا جرانيولوماتيس بالنسبة أيضا الكلاميديا تراكوماتيس ممكن تؤدي إلى ظهور قرح على الأعضاء التناسلية أيضا ممكن تحصل قرح نتيجة الفطريات الكنديدة ممكن تؤدي إلى ظهور قرح على الأعضاء التناسلية أيضا الأميبة ممكن تؤدي قرح خصوصا مع الجنس الشرجي بالنسبة للقرح بتاعة كابوسي ساركومة عادة بتظهر في الساقين لكن ممكن أيضا تظهر على الأعضاء الجنسية كذلك في المراحل المتأخرة ممكن تظهر قرح نتيجة أورام بالغدد اللينفاوية اللي هي نانهوتشيكين لينفومة أيضا بيحصل ممكن خلل في المناعة الذاتية وممكن يحصل مرض بهجة وده ممكن يصيب الشخص بقرح على الأعضاء الجنسية أيضا التهاب المفاصل التفاعلي متلازمة رايتر ممكن أيضا يحصل قرح على الأعضاء الجنسية أو الفم بالنسبة لهذا الشخص اللي ممكن تظهر عنده قرح أيضا في بعض الأحيان أنه يأخذ أدوية مضادات حيوية لفترات طويلة هذا ممكن أيضا تحصل له قرح على الأعضاء التناسلية أيضا بعض الأدوية التي نعطيها لمريد الـ HIV ممكن من الآثار الجانبية تحصل قرح على الأعضاء الجنسية إذن هذا الشخص نحن نحتاج أن نعرف سبب القرح وبالتالي نعمل تحاليل صورة دم ووظائف كبد ووظائف كلا لو ساعات نأخذ خزعة من القرح الجنسية لكي نشخص ما هي نوع هذه القرح طبعا مهم جدا أن نشخص الحالة وبعض الأحيان نضطر أن نعمل أشعات على البطن وعلى الصدر لكي نستطيع أن نعرف ما هو سبب هذا المرض وطبعا ممكن نعمل اختبارات للأجسام المضادة للفيروسات وفي بعض الأحيان يشترك أخصائي الأمراض الموادية مع أخصائي الجلدية على أساس أن نكتشف ما هو سبب هذه القرح التناسلية طبعا أيضا مهم جدا أن نعرف أن هناك عدوى المليساء الموادية اللي هي مولاسكم هوتاجيوزم ممكن أيضا تؤدي إلى قرح على الأعضاء التناسلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لازم ننصحهم أنهم يتوجهوا للطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة وأيضا مهم جدا أن نعمل اختبارات الـ HIV بالنسبة للشباب اللي عمل علاقة جنسية لازم تتوجه للطبيب المختص لأن الطبيب المختص هو اللي عارف فترات النافذة طبعا الـ PCR لمدة بعد تسعة أيام لو للنوعين طلع سلبي فانت قطعي سلبي قطعيا أما بالنسبة للأجسام المضادة الجيل الأول والجيل الثاني من الأجسام المضادة قطعي بعد ثلاث شهور لأن النتيجة سلبية الجيل الثالث قطعي بعد عشر أسابيع لأن النتيجة سلبية الجيل الرابع قطعي بعد ست أسابيع هذا يشمل القومبو والإلايزا والسيميا والفيداس كل هذه التقنيات الحديثة ستكون جيل الرابع وفي نفس الوقت قطعية بعد ست أسابيع الذي يخرج إيجابي نفعله اختبار الـ Western Plot لتأكد فعلا أنه إيجابي إذا الـ Western Plot لا يستخدم للتشخيص هذا يستخدم فقط لتأكيد التشخيص الإيجابي طبعا مهم جدا أن ننصح الشباب لو اضطرت لعلاقة جنسية يبقى لازم تستخدم الواقي الذكري طبعا ننصح الشباب بتجنب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض جنسية خطيرة مهم جدا أيضا أن نبلغ الطرف الثاني هذا الشاب يبلغ الطرف الثاني لو كان مصيب بمرض جنسي مثل الـ HIV أو الزهري أو مرض مثل السيلان أو الكلاميديا لكي لا يحدث عدوى مرة أخرى بعد العلاق سأقوم برقم الوابس إذا كان هناك أي استفسارات أو استشارات طبية أهلا وسهلا بكم 02-010-2728-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته